بان سواق عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير بان فاتع عليكم على نساء الجزائريات وعلى كامل نساء الوطن العربي جيناكم اليوم بوصفة خفيفة ووصفة عراقية قرنون محشي نحتاجوا لتحضير العصص تحنا نحتاجوا بصل مرابي ثوم مرابي تماطم حبة مرابية شوية تماطم مصبرة زيت ملح فلفل اسود شوية دجاج نقليوهم مليح على نار هادية نمرقوهم نضيفو لهم جلبانة هنا تقدر لا تدير لصوص عكي القرنون بالجلبانة ولا بالزيتون اختياري نضيفو لهم جلبانة نضيفو عكري راس الحانوت كوركم شوية قرفة شوية هريسة اختياري نخليه ولصوص عنا يطيب هنا نكونوا نقينا القرنون بعدما نقي القرنون نحطوه في ماء وملح وخل ونخليو القرنون تاعنا لنطيب كي طيب القرنون تاعنا منطيبوشو ياسر نخلوه حكم روحو كي طيب اهنا نكونوا نحضروا الحشو تاعو اللي نحتاجوا فيه بصل مرابي ثوم مرابي مع الدنوس اه خبز يابس كونا مرحيناه اه فورماج رابي اه فلفل اسود شوية عكري شوية راس الحانوت نخلطو الخاليط تاعنا مليح نضيفو عليها البيض ونخلطو مليح نحشيو القرنون تاعنا بالخاليط اللي كنا خلطناه بعدما نحشيوها نقليوها في زيت سخون نراجعوها اللاصوس تاعنا اه لنطيب ولن ينشف اللاصوس تاعنا وهنا يكون البلاطة تاعنا احضر وما بقى لي غير نقول لكم بونا بيتي اللي عندو اي استفسار يخليهولنا في كومنتير ولي عندو حاجه حاب يستفاد منها وحاب نطيبوهالو يتعلب معانا يخليها لنا في كومنتير معليكم غير تجربوا وصفتنا وراح تعجبكم سهلة وابنينا طبق قراقي اقتصادي وبنين وما تنساوش تدعمونا بلي جام لكومنتير وما تنساوش لابوني وسلام ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير بوم فاتح عليكم على نساء الجزائريات وعلى كامل نساء الوطن العربي جيناكم اليوم بوصفة خفيفة ووصفة عراقية قرنون محشي نحتاجوا لتحضير العصص تحنا نحتاجوا بصلا مرعبي اشتركوا في القناة